موسيقى إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية قلب الأمة النابد ولسانها الناطق أقدم اللغات وأكثرها فراعا غار اليقين في وصف جمالها وتوددت لها النفوس لراحتها ونحن على شرف وسيم بامتلاكها جميلة هي بكامل مضمونه تعددت الأقوال فيها وكثر القائلين عنها عند الحديث بها كأن اللسان يتجمع عليه كامل البلاغة والفصاحة والإبداع على الرغم من تجاوز عدد لغات العالم سبع آلاف لغة إلا أن اللغة العربية كانت وما زالت تتربع على عرش اللغات الأكثر رسانة وانتشار ونظرا لهمية هذه اللغة الجميلة كان لابد من تخصيص يوم في تقويم السنة لتخلدها ونشرها على نطاق أوسع يرتبط اليوم العالمي للغة العربية بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 نص على إدخال اللغة العربية ضمن مجموعة اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة أما عن الاحتفال باللغة العربية هذا العام والذي يأتي بعنوان مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان لها إن الاحتفالية تشمل تنظيم سلسلة من خلقات النقاش والفعاليات الثقافية في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس حيث يتجمع الأكاديميون والباحثون والخبراء والشباب لمناقشة عدد من القضايا أبرزها التنوع الثقافي تجربة اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات الأخرى وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأسالبها الشفاهية والمكتوبة والفصيحة والعمية ومختلف قطوطها وفنونها النثرية والشعرية آيات جمالية رائعة تأسر القلوب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال للحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء وسادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلوم والأدب فأثرت تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي كل عام وكل الناطقين بالعربية في العالم بألف خير كنتم مع تغطية عبر تلفزيون اليوم السابع قدمها لكم باسم فؤاد تابعونا وتغطيات أخرى على مدار الساعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر